بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السادس والتسعون بعد المئة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده وبعد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عمن زعم أن الإمام أحمد كان من أعظم النفات للصفات صفات الله تعالى وإنما الذين انتسبوا إليه من أتباعه في المذهب ظنوا أنه كان من أهل الإثبات المنافي للتعطيل جهلا منهم بما جراله فإنه اتفق له أمر عجيب وهو أن ناسا من الزنادقة قد علموا زهد أحمد وورعه وتقواه وأن الناس يتبعونه فيما يذهب إليه فجمعوا له كلاما في الإثبات وعزوه إلى تفاسير وكتب وحاديث وأضافوا أيضا إلى الصحابة والأئمة وغيرهم حتى إليه هو شيئا كثيرا من ذلك على لسانه وجعلوا ذلك في صندوق مقفل وطلبوا من الإمام أحمد أن يستودع ذلك الصندوق منهم وأظهروا أنهم على سفر ونحو ذلك وأنهم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا تلك الوديعة وهم يعلمون أنه لا يتعرض لما في الصندوق فلم يزل عنده ذلك الصندوق إلى أن توفاه الله فدخل أتباعه والذين أخذوا عنه العلم فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه فوجدوا فيه تلك الأحاديث الموضوعة والتفاسير والنقول الدالة على الإثبات فقالوا لو لم يكن الإمام أحمد يعتقد ما في هذه الكتب لما أودعها هذا الصندوق واحترز عليها فقرأوا تلك الكتب وأشهروها في جملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه وجهلوا مقصود أولئك الزنادق الذين قصدوا إفساد هذه الأمة الإسلامية كما حصل مقصود بلس بإفساد الملة النصرانية والرسائل التي وضعها لهم فأجاب الشيخ رحمه الله عن ذلك بقوله من قال تلك الحكاية المفتراتة عن أحمد بن حنبل وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب لم يعرف ما فيها حتى مات وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيها فهذا يدل على غاية جهل هذا المتكلم فإن أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من صفات الله تعالى قالها هو بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات الله كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد الإمام أحمد وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمد فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمد بل هي معروفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يخلق أحمد وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة والصابر على المحنة لما ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة وأن القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من المخلوقات وأنه تعالى ليس فوق السماوات وأن محمدا لم يعرج إلى الله وأظلوا بعض ولاة الأمر فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة فمن الناس من أجابهم رغبة ومن الناس من أجابهم رهبة ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته وربما قتلوه أو حبسوه والمحنة مشهورة معروفة كانت في إمارة المأمون والمعتصم والواثق ثم رفعها المتوكل فثبت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى وناظرهم في العلم فقطعهم وعذبوه فصبر على عذابهم فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمره كما قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماماً في الدين وما تكلم به يعني الإمام أحمد من السنة فإنما أضيف إليه لكونه أظهره وأبداه لا لكونه أنشاءه وابتداه وإلا فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وما قاله الإمام أحمد هو قول الآئمة قبله كمالك والثوري والأوزاعي وحمد بن زيد وحمد بن سلمة وقول التابعين قبل هؤلاء وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث السنة معروفة في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام والنقل عن أحمد وغيره من آئمة السنة متواتر بإثبات صفات الله تعالى وهؤلاء متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله أو بقول غيره من العلماء فهذا لا يقوله إلا جاهل وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع وقال لا تقل الدين كالرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا وقال لا تقلدني ولا مالكا ولا الثورية ولا الشافعي وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الآئمة وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الآئمة فكلهم نهوا عن تقليده كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين وأصحاب أحمد مثل أبي داود السجستاني وإبراهيم الحربي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم وبقي بن مخلد وأبي بكر الأثرم وبنيه صالح وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن مسلم بن واره وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها لهم وقد سمعوا العلم كما سمعه هو وشاركوه في كثير من شيوخه ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نضراء وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلماءه وبهذا انتهت هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين